ما بنستغناش عنها ابدا ما حايش بصارة كفت ترز شوية ارنبيد اوقات الطبخة بتقف على شوية خضرة وما بتبقاش موجودة تعال اقولك ازاي تحفظي عندك الخضرة من السنة للسنة طازة وفرش شايفة لونها بعد التفريز الطريقة دي انت هتدالي عليها خاصة الايام دي الموسم بتاع الخضرة وكتير ما شاء الله في الصيف الحزمة بتبقى ما فيهاش عودين وبتبقى كمان بخمسة جنيه بالطريقة دي هتبقى طازة وفرش وخضرة كده معاكي طول السنة هتسحبي على اكلك على طول سمي الله سلي على رسول الله شجعيني بقى اجمل لايك شاركي الفيديو مع اصحابك معي بقى كمية حلوة كده من الخضرة اللهم بارك تقريبا كده خمسة من كل نوع خمسة شابت خمسة بقدونس وخمسة كسبرة خضرة وطبعا الخضرة مهورية جدا الايام دي في السوق وهو ده الموسم بتاعها والربطة بتبقى حجمها كبير ببتدي كده افك الحزمة ببتدي انظفها بقى كويس اشيل اي ورقة صفرة اي ورقة ايه معطنة عندي او بايزة وبسيب بس العيدان الخضرة بصوا بشيل بس كده العروق من تحت دي اللي انا برميها لكن العروق بتاعت الخضرة نفسها هبفرزها برضو هقولك بعمل فيها ايه ببتدي بقى نظفها كويس مش عايزين اي عودة بلان اي حاجة فيها كمان عايز اقولك تقدري تفرزي كل نوع لوحده يعني تخسر الشابت لوحده البقدونس لوحده كسبرة لوحدها وتبتدي تفرزيهم كلهم بنفس الطريقة بس ساعة التفريز بس هتكتبي على الكيس ان دي بقدونس او كسبرة او شابت لان طبعا بعد التفريز بيبقى كل شكل بعضه هبتدي دلوقتي بقى ايه انضف الحزم كلها عايزة بس ارد على الناس اللي ممكن تقولي يا موريانة هو ناقص كمان الخضرة نفرزها هقولك او الله يا حبيبتي انا عايزة اقولك انا بشوف حالات كتير وفي ناس سكنة في مناطق بعيدة الخضرة دي بعيدة في اسواق بعيدة مش عارفين يجيبوا الاكل بيقف عليها ممكن تمشي مشوار عشان تجيب الخضرة دي لكن اما تفرزها بكمية في الفريزر سهلة هتسحب منها على طول وهتلاقيها ساعة الاكل اذا هي بتسعف ناس كتير فضروري تعرفي طريقة تخزينها لو ما عندكيش طبعا مكان للتفريز هقولك خلاص ما فيش مشكلة وربنا ان شاء الله يرزوك الخضرة الفرش بصوا بقى انا عملت ايه انا مسكت الخضرة غسلتها مرة واثنين وعشرة لغاية طبعا ما نزلت كل الرواسب اللي فيها وبقت ايه زي الفل طبعا بمية وخل بعد كده حطيتها في مصفة كبيرة نزلت كل ميتها بعد كده نشرتها على ملاية نظيفة وابتديت انزل كل ميتها على فكرة انا غسلتها بالليل تاني يوم لقيتها كانت نشفت معايا كده طبعا على ايه القماشة يبقى اهم خطوة لنجاح تفريز الخضرة انها تكون نشفة بعد الغسيل مش عايزين فيها مية خالص بعد كده ابتديت اقطعها كلها على بعضها وزي ما قلتلك لو حابة تفصيل الانواع الشابت لوحده كزبرة لوحدها البقدونس لوحده مفيش مشكلة سهل تقطعي كل مجموعة مع بعض بس طبعا انا عن نفسي يعني بستخدمها في المحاشي كفتة الرز كباب كوابري كباب غمراوي بيحتاج وكل ده مع بعض لا الكباب الكوابري بيحتاج بقى دونسه شابت بس كذلك في الارنبيت السبانخ القلقاس يعني اللهم بارك الخضرة طبعا في معظم اكلاتنا واحنا المصريين بنحبها ابتديت بقى اجمعها كلها في اكياس كده وكمان العيدان الكبيرة انا طبعا خدت الورقة طاعته لوحده والعيدان الكبيرة برضو هفرزها ودي بقى تتحطي في الطواجن والمحاشي بتبقى خطيرة طريقة التفريز ايه بقى بمسك كل مجموعة كويس في الكيس كده اخرج منها الهوى زي ما عملنا في السبانخ بالزبط كأنك كده ايه مكنة فاكيوم فضي الهوى وضغطي وما يهمكيش كده من كل النواحي بعدين تمسكي كده الكيس من فوق وتقفلي العقدة كويس عشان الهوى ما يرجعش يدخل تاني بصوا بقت مشفوطة ومضغوطة ودي بقى طريقة النجاح الوحيدة للخضرة هتقلب الخضرة في شوية زيت على البتجاز هقولك هتسود ومش هتبقى صحية لان الخضرة ما ينفعش تشم النار وتفرزيها زي السبانخ كده بالزبط حتى العيدان كمان ابتديت ان انا اشفط الهوى منها كويس وعلى طول هروح ايه ربطها من فوق زي ما قلتلك كويس يبقى عملتي كده هتاخذي عندي خضرة متفرزة طازة وفرش وهوريكي دلوقتي شكلها بعد التفريز بصوا بقى يا جماعة اللهم بارك كلها مضغوطة يبقى اول حاجة ان نشوفها كويس تاني حاجة نخرج من الكيس الهوى كويس بس كده تعالي بقى نخرج الكيس ده نستخدمه النهاردة بعد ما ايه ما تفرز معنا هنفك طبعا الكيس كده وعايزة وريكي بقى لون الخضرة هو ده التحدي للناس اللي بتقعد تشكك وتقول الخضرة هتسود الخضرة ماينفعش تتفرز وليلي كده سبب ما يخلينيش افرزها وهي خضرة وفرش كده زي ما قلتلك هتحتاجيها في اي وقت انا عن نفس يعني يا بنتي نزلي هتيل يا بنتي طب يا زوجي وانت جاي مش شغلة هتلي يعني بصوا الموضوع صعب جدا بالنسبة لي خاصة بقى لو فيه اردارات لو ان انا مستعجلة فبحب الحاجة تبقى تحت ايدي وطبعا انت وراحتك بس انا شايفاها فكرة بمليون جنيه بصوا يا جماعة الخضر والله العظيم كأنها فرش وما تصبريش عليها بقى تفك وتسيح لا احطيها في الطبخة على طول كده وهي انفرزة حبيب قلبي لايك وشير كتير قوي تشجيعك وليه بيفرق والله بحبكم في الله تعليقاتكو بتشجعني كتير كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته